اشتركوا في القناة هايوصل كاس العالم عشان كل ماتش او كل دورة او كل بطول يقولك انا جاي عشان قطر كاس العالم ده محمد صلاح اللي احنا مشوفه برا انا مش مصدق بجد انا محروق دمي الله انا مش عارف بصراحة ان اول مرة يشوف المنتكب بهذا الشكل وبهذا السوق اولا التشكيل في الاول وحش جدا جدا يعني انا انا مقاعد زيزو طب مقاعدوا ليه انت عايز وين جي يتحرك يجري ياخد الفرقة معاه ويرفع ومصطفى محمد حطه على اليمين مصطفى محمد فرضي بقى في النص ويحط محمد صلاح على اليمين انا مش مدرب بس يعني انا شايف كده وليزيما طبعا اي انت بتلاعي فرقة قوية جيدا وفرقة عمل اتكارتي لكل الفرق انا فرقة جاي ياخد افريق جاي ياخد كاسر الراجل اللي المدرب اول حاجة شكل غلط ارى المطش غلط عنده بكراية الكسر راح نازل محمد لعب منهم حرقه طب انت عندك عمر كملعبد الواحد يتلعب به رايح بدوافع مش واحد راح يكسب راح يقول لهم ده انا طب انت عندك كاس علم اللي جاية ماتش ممكن تلاقي نيجيريا طب انت هتعمل ايه وضوع التوظيف تعلعبين اولا ما كانش فيه بصير في الملعب يعني كنا مفتقدين لمعلم في الملعب ما كانش فيه صانق علعاب يلعب الفرقة وده جاي برضك من الاختيارات بتاعتنا يعني انت معك عدد الله السعيد ومقعدوا مجد افشا مخدتوش وملعبتوش فمين البديل بتاعه باك يمين ما فيش بديل كف للباك يمين اللي تصابه خارج باك شميل برضك يعني توظيفه مش يبقى هجومي في الوقت اللي انت محتاج فيه تهاجم توظيف المهاجمين للسرايكر بتاعك ملعبتوش بالسرايكر ففيه تخبط باين وملاحظ في الاداء بتاعنا محمد شريف بنزله اخر دقيقة يعني ليه نزل لعب مهاجم في اخر دقيقة وطلع لقم انا عايز اجازج فيه بقى اجازف قابليها بربع ساعة بتلت ساعة عشان اجيب جو نتعادل ما هو واحد زي اتنين زي تلاتة هيا المهم ان انا ايا مخسرش تلاتة بونت يجيب بونت تمركز اللاعبين اللي انا المعتاد عليه من التيمز اللي احنا بنلعب فيها تمركز غلط تمام الناس اللي لديه البوزيشن بتاعها بيلعب بيه كاساسي تمام لغبطة في الملعب الوينجيت مفيش ربط ما بين اللعيبة مفيش حتى تواصل في الكورات خالص لا الاداة واحش جدا تكتيك من الاول غلط مكانش مفووض يبدأ بمصطفى محمد كوينج فلو كان يحط راس حرب عادي وتشكيل مش مفهوم من الاول والله المنتخب مكانش حلو خالص مشكلة في المنتخب ان ترزيجي بدأ عديرا وهو كان لسه شارك عدد ادائي قليل قوي في دور الانجليزي فما كانش ينفع اصلا هو يبدأ لا طبعا ما فيش اي طريقة لعب كل اللعب بيلعب مش في مركزه حمد صلاح رميف وسط اتنين سرد باكيند وقلب والدفندر كله وقفل عليه طبعا قطورته لما بيجي من وراء لكن طبعا انت مش شايف طريقة لعب كل اللعب بيلعب في غير مركزه زيزو يمكن هو لما نزل شوية نشط الدنيا شوية ناحية اليمين لانه هو الوحيد اللي كان بيلعب في مركز واباقي كله تايع تريد تجئي بيلعب هو لسه راجع من اصابة طويلة مش شايف اي حاجة بصراحة مبشرة كمان للبطولة واحنا اول حاجة يعني احنا مجموعتنا من الصعبة ونيجيريا احنا كنتم توقعين فريق تييل هي لفريق تييل ولا اي حاجة لعبوا عادي بالعكس هم عملوا حاجة كويسة انهم ضغطوا علينا جابوا الجون وخلاص كده احنا اللي انا شايفه انا ما عرفش انا اللعيبة حسيت انها ما نمتش ولا ايه بباصي مفيش باص صح مفيش اوفر صح مصررين نلعب اوفر على مدافعين طولهم 100 حاجة وتسعين ما عرفش ازاي التبديلات يعني انت نص الملعب بين او من الاول ما بيوسطش الكرة القدام طب انت ما غيرتش لي